بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس أهمية أذكار الصباح والمساء وقبل أن نبدأ أيها الرائعون والرائعات تعودنا أولا أن نستمع أحسنتم إلى تعليمات الدرس فهيا بنا نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب للطالب والطالبة وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمساء نتعرف على الأهداف الهدف العام هو معرفة أهمية أذكار الصباح والمساء أما الأهداف الخاصة فأولا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة أهمية أذكار الصباح والمساء ثانيا من الأهداف الخاصة أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة أذكار الصباح والمساء بعد أن استمعنا وتعرفنا على الأهداف ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الأول في صفحة سبعة وثلاثين وهنا يا أبطال في هذا النشاط في النشاط الأول نريد أن نكمل الفراغ بما يناسبه من الكلمات الآتية عندنا العبارة تقول إذا نسيت أن أقول الأذكار في وقتها المخصص فماذا أفعل؟ هل أقولها حين أذكرها أو لا أقولها أبدا نسيت أن أقول أذكار الصباح في بداية الصباح أو نسيت أن أقول أذكار المساء في بداية المساء ولم أتذكر إلا في وقت متأخر فهل أقولها أو لا أقولها أبدا أحسنتم أقولها حين أذكرها أقولها حين أذكرها إذن نكتب العبارة الأولى هنا في الفراغ بهذه الطريقة إذن إذا نسيت أن أقول الأذكار في وقتها المخصص أقولها حين أذكرها الآن ننتقل سويا إلى النشاط الثاني في صفحة سبعة وثلاثين وهنا نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة نستمع إلى العبارة عندما ألتزم بقول أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماذا هل تحفظني مما قد يضرني بإذن الله أو لا تحفظني مما قد يضرني إذا التزمت في المساء بقول أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهل تحفظني هذه الكلمة مما قد يضرني أو لا تحفظني مما قد يضرني ما هي العبارة الصحيحة العبارة الأولى أو العبارة الثانية من يجيب يا أبطال أحسنتم وبارك الله فيكم الصحيح هي العبارة الأولى كما قلتم إذا التزمت بهذه العبارة أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنها تحفظني مما قد يضرني بإذن الله تعالى إذن أضع دائرة على العبارة الأولى إذن نضع سويا دائرة على العبارة الأولى انتهينا يا أبطال من هذا النشاط فدعونا الآن ننتقل إلى النشاط الثالث في نفس الصفحة في صفحة سبعة وثلاثين ماذا نريد أن نفعل أولا نمسك القلم بالشكل الصحيح والمطلوب ونعيد كتابة هذه العبارة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعيد كتابة هذه العبارة على السطر المنقط بهذه الطريقة ونحفظ هذه العبارة لأنها من أذكار أحسنتم من أذكار الصباح ومن أذكار المساء إذن نحفظ هذه العبارة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم انتهينا يا أبطال أحسنتم دعونا ننتقل إلى النشاط الرابع في صفحة ثمانية وثلاثين وهنا يا أبطال نريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية قبل أن نبدأ يا أبطال في هذا النشاط تكلمنا في الدروس الماضية على أن الأسباب التي تحميك من الشر والأذى سببان السبب الأول أحسنتم أسباب قلنا أسباب مادية أسباب مادية مثل ماذا أسباب مادية مثل ماذا أحسنتم مثل أخذ الدواء أخذ الدواء للمريض فهذا سبب مادي مشروع سبب مادي مشروع السبب الثاني أسباب أحسنتم أسباب شرعية أسباب شرعية مثل ماذا أحسنتم مثل قراءة القرآن وأيضا أحسنتم وأيضا أحسنتم أن نقرأ الأذكار أذكار الصباح والمساء تكلمنا عن هذا في الدروس الماضية أن الأسباب التي تحميك من الشر والأذى سببان أسباب مادية مثل أن نأخذ الدواء أو أن نلبس الثياب الشتوية لكي تقينا من البرد وأسباب شرعية مثل قراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء تذكرنا هذه المعلومة جيدا فالآن نأتي إلى النشاط نأتي إلى النشاط فنقول من الأسباب المادية التي تحميك من الشر والأذى أخذ الدواء عند المرض نعيد من الأسباب المادية التي تحميك من الشر والأذى أخذ الدواء عند المرض هل العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم العبارة صحيحة لأن هذه من الأسباب المادية نأتي للسبب الثاني من الأسباب الشرعية التي تحميك من الشر والأذى قراءة القرآن قراءة القرآن ما رأيكم في العبارة؟ أحسنتم أيضا العبارة صحيحة إذن عرفنا من الأسباب المادية أخذ الدواء عند المرض ومن الأسباب الشرعية قراءة القرآن العبارة الثالثة أذكار الصباح والمساء لا تحميك ما رأيكم في العبارة؟ أحسنتم العبارة خاطئة العبارة خاطئة لماذا؟ لأن أذكار الصباح والمساء تحميك بإذن الله تعالى مما قد يضرك مما قد يضرك الآن يا أبطال قبل أن نختم دعونا ننتقل سويا إلى هذه الوسيلة وأريد منكم مساعدتي في الوصول إلى الجواب الصحيح في الأعلى يقول الأسباب الشرعية مثل ماذا؟ الأسباب الشرعية مثل ماذا؟ عندنا في الأسفل بطاقتان البطاقة الحمراء تقول لبس الملابس الشتوية لبس الملابس الشتوية والبطاقة الخضراء تقول قراءة القرآن الأسباب الشرعية مثل ماذا؟ نريد أن نضع هذا الوجه المبتسم أسفل البطاقة الصحيحة ساعدوني يا أبطال أضع هذا الوجه أسفل البطاقة الحمراء أو البطاقة الخضراء أحسنتم أضع هذا الوجه المبتسم أسفل البطاقة الخضراء أسفل البطاقة الخضراء بهذه الطريقة أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم إذن من الأسباب الشرعية أو الأسباب الشرعية مثل قراءة القرآن قراءة القرآن أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أريد منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما تتضمنه من تعليمات فأرجو منكم الالتزام بهذه التوصيات والعمل بما فيها شكرا لكم إخواني وأخواتي وشكرا لكم أبنائي وبناتي ألتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته